إحنا السنة أولى من أوليهادي في التصدير بإذن الله الحكاية حلوة ست صحاب شغالين في توزيع الكابلات وكررنا ندخل الصناعة بالضبط حكنا الحكاية كده من البداية ابتدنا بقبل 2016 كنا من 2011 بنوزع وكان كويس بنسبالنا برضو جداً بس إحنا حبينا البلد كانت شفناها اللي إحنا دخل على فترة على طفرة كبيرة في مشاريع الإسكان طبع إحنا كنا نوزع عدوات كاربائية دي حاجات كتير أوي اخترنا مجال الأسلاك والكابلات الكاربائية اللي إحنا نصنعها كان عندنا قبل ما نقول كان عندنا إيه هزف منك حاجة الشراكة دي حطتوا بنودها إزاي عشان ما يحصلش اختلاف يبقى كل الأمور واضحة حبينا إن إحنا نعمل شركة مساهمة كل واحد عارف نصيبه بأسهم بسعر معين فكل واحد ليه عدد من الأسهم وده كده تكوين الشركة بدأتوا بكم بقى والله إحنا بدأنا برقم بسيط جداً بالنسبة للإصناعة بدأنا بحوالي 7 مليون النهاردة إحنا بنتكلم يعني مش عايز أقول لك 50 ضعف الرقم الله أكبر ما شاء الله يعني السبب السبب وحلاية التوفيق ربنا سبحانه وتعالى ده رقم واحد رقم اتنين المشاريع القومية اللي ابتدت الدولة تتجه ليها من ابتداء من 2017 تقريباً المشاريعات طبعاً القومية اللي هي بتتمثل في الإسكن الاجتماعي وحياة كريمة وسكن مصر ودرم مصر وجلنا المشاريعات القومية البديل العشوائيات اشتغلنا الأسمرات واحد الأسمرات اتنين الأسمرات تلاتة عايز أقول لك المشروع ده كان تفرق بالنسبة لنا كبيرة جداً قدرنا من خلالها اللي إحنا نعرف نفسنا في السوق جامد الناس وثقت فينا جداً يعني كان فيها أفضلية ليك كمنتج محلي؟ طبعاً وكمنتج جديد وكان صعب جداً جداً حد يوف جنبنا يعني اتعبنا في الأول بصراحة بس مشروع والتاني والتالت الناس ابتدت تصق فينا خبرات الصناعة وخطوط الانتاج جبتوا الكلام ده زي؟ وانتو عمرك ما اشتغلتوا في الصناعة قبل خبرة التشغيل عايز أقول برضو المبادرة بتاعة البنك المركزي دي كانت لها عامل السحر في التحول بتاع الأرقام اللي نسه متكلم فيه ده احنا اشتغلنا معاهم واحنا بنتصنف على أنها شركة صغيرة ومتنهية الصغر الخمسة في المائة دي بنك ايه؟ بنك الأهل المصري اشتغلنا معاهم حوالي ثلاث سنين بالنسبة خمسة في المائة النسبة دي سعادتنا جامل جداً أولاً جبنا المكينات بالتقسيط على خمس سنين قرد اللي هو بنعمل بيه الدورة الصناعية قاعدوا معنا وهمنا عشان انت تجيب موات خام النهاردة وتصنحها وتنتجها وتخزنها وتبيحها فقالنا الموضوع ده بياخد حوالي ستة شهور فقدونا المبادرة دي على ستة شهور وكل ستة شهور بنسددها وبناخد تاني خدنا رقم كبير ده قدر اللي احنا يعني قدرنا نستفاد به جامل جداً اللي احنا باتدي نوزع بعد كده عملنا توسعة تانية خدنا مصنع تاني أكبر تقريباً ثلاث أضعاف المصنع اللي احنا كنا واخدينه في الأول برضو وقفوا جنبنا وبسكت المبادرة بقى هنا دخلنا في المصانع الشركات المتوسطة اسبوع ما احنا بنكبر بالزبط كده بالزبط عندكم كم فني وكما عامل النهاردة والله احنا بدأنا عايز اقول لك بخمس عمال النهاردة احنا بنتكلم مثلاً أتليست 150 عامل ما شاء الله بس طبعاً مع التوسعة اللي احنا بنعملها دلوقتي ان شاء الله أقل حاجة يبقى 250 بإذن الله انت بتنتج منتج ايه بالزبط النهاردة من ماس كام لماس كام هم انتج الأسلاك والكابلات ذات الجهد المضخفض يعني نتكلم من أول مثلاً واحد ميلي بنتكلم لحد 240 ميلي ده في سنجل كور في المالتي كور بنبتدي من أول اللي هو التيرمو بلاست اللي هو الـ 2 في 1 مثلاً 2 باي وان يعني اشتغل لحد دلوقتي أربعة في 240 أو 3 في 240 يعني كم منتج هنذا بتطلعوه من كابلات طاقة؟ أكتر من 25 أو 30 مقاس ترجمة نانسي قنقر